29 عاماً مضت من عمر الوحدة اليمنية المباركة ففي 22 من مايو 1990 حقق اليمنيون وحدتهم في لحظة تاريخية تحررت فيها إرادتهم من التعقيدات المحلية إلى حد كبير وتخفف صناع القرار السياسي حينها من الإملاءات الإقليمية والدولية التي عطرت مسيرة الوحدة لعقود فيما بقي الحذر قائماً على مصير الوحدة من تربص الشقيق القريب قبل البعيد في ذلك التوقيت كانت أوروبا مقبلة على حدث مشابه بدأ بتحطيم جدار برلين فيما كان العالم يرقب بحماس وتعاطف كبيرين نهاية حقبة الانقسام الألماني على نحو بدت معه تلك الحقبة وكأنها موسم لإعادة ترميم الأجزاء الجغرافية الممزقة في هذا العالم تحققت الوحدة اليمنية لكن بقيت الإرادات السياسية متشاضية الوطني الكبير الأمر الذي أغرى القوى الخارجية القريبة قبل البعيد على إعادة تحويل مسار التاريخ في اليمن من الوحدة إلى التشضي استمرت تلك القوى في الرعاية المثابرة للنزعات الانفصالية التي تعززت أكثر بسبب النزوع نحو سياسة احتكار السلطة والهيمنة الجهوية من قبل علي عبدالله صالح الذي تصدر مشهد الوحدة داعيا لها أولا ومقاتلا من أجل الضفر بمكاسبها السياسية والمادية ثانيا تجاوزت الوحدة اليمنية في صيف 94 وتسعمائة وألف اختبار الانهيار الذي توفرت له كامل الأسباب السياسية والعسكرية خصوصا بعد أن وصلت العلاقة بين شركاء الوحدة إلى حافة الحرب قبل أن يسقط الجميع في براثن هذه الحرب التي انتهت بمنتصر ينوء بأعبائها ومهزوم ارتمى في أحضان الوعود الجدية بأعادة الكرة توارت أطراف حرب صيف 94 وبرزت قوى من رحمة دعم الخفي والمعلن للدول ذاتها التي تخوض اليوم حربا في اليمن عنوانها ظاهر إعادة الشرعية ودحر الانقلاب على قاعدة الوحدة الترابية للدولة اليمنية وباطنها التآمر على هذه الوحدة فالإمارات كما السعودية يعملان على الضد من الإرادة الدولية الظاهرة التي استقرت على احترام محدة اليمنيين البشرية والجغراطية تأسيسا على حزمة من القرارة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والثوابت الراسخة الضامنة لتجاوز الأزمة والحرب في اليمن وفي المقدمة منها اتفاق المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني تنظي الأمور بشكل حتيث نحو الإجهاز على الوحدة من قبل الدول ذاتها التي تبنت العداء ضد الوحدة اليمنية وهيأت لها الأقدار في أيامنا هذه فرصة التسيد المطلق على المشهد الجغرافي لليمن لكن هذا التحضير يتوسل أدوات تحمل بذور فناء التدخل الإقليمي السافر على الساحة اليمنية برمته فالجميع يرقب بذهول كيف يجري تفخيخ المجتمع بالإرادات السياسية الجهوية المتصارعة وبالتشكيلات العسكرية المتمردة وبتكريس حالة عدم الاستقرار على كافة المستويات وكيف ولد سلوك كهذا إرادة وطنية مضادة وعابرة للمشاريع الصغيرة ينوء أبطالها في هذه الأثناء بعبئ الدفاع عن الوطن المستباح والوحدة التي تتطابق أكثر من أي وقت مضى مع حلم اليمنيين في الحرية والكرامة والديمقراطية